في سؤال وصلنا بتقول زوجي شديد الغضب في رمضان وهي لا تستطيع اننا تتعامل معاه في رمضان يعني في رمضان زوجها ما بتعرفش تتعامل معاه اول شيء لابد ان احنا نجلس مع بعض ونتكلم ليه؟ نتكلم تحقيقا لمسألة النصيحة الدين والنصيحة فنتكلم جزء من النصيحة ان انت تعرف بعض الاحيين لما يكون المنصوح اللي انت بتقدم له النصيحة قريب منك بيبقى مهمة او تتعرف دوافعه في غضبه لان ممكن دوافعه في غضبه تكون متعلقة بك انت او متعلقة بشيء انت ممكن تحله لان في بعض الاحيين الناس متصورة ان النصيحة اقول كلام للي قدامي بس فكلامي يبقى زيادة وعبئة عليه فاحنا نجلس عشان نشوف احنا ايه اللي بيخليه يصل الى هذا الحال من العصبية في رمضان لعلي انا بعمل شيء او لعلي الاولاد بيعملوا شيء او ان هو بيتضغط او عنده مشكلة فيه وسواس اسم وسواس الصيام معروف بيخلي بيكدر حياة الانسان في الصيام فاذا كان ده وهو محتاج مساعدة نساعده ثم بعد ذلك ايه اللي حاصل نحسسه بالطمأنين ان احنا هنكون جنبه وعن ساعده وعن ساعده لغاية ما يتخلص من ده الامر التاني التجاوز التغاضي لان في بعض الاحيين بيبقى عصبية الناس لما الناس تقفوا صدق بيزدادوا عصبية ولما الناس تطبطب عليهم وتحن عليهم بتذهب عصبيته انت ده كله وانت ما قلتش حاجة ليه طبعا هو عارف ان الغضب بهذه الطريقة ما يتناسبش مع الصيام اللي هو في الحقيقة الصوم نصف الصبر فهو لو صبر فهو بيحقق احد مقاصد الصوم فهو يتقل الله سبحانه وتعالى ويمسك نفسه وعليه انه هو اذا حدث له وبدأت بوادر الغضب يقول الله عشر مرات كده قبل ما يتكلم قبل ما يفعل ويهدى ويجلس اذا كان قائما ويمشي اذا كان قاعدا وهكذا يفعل هذا وان شاء الله يذهب الله سبحانه وتعالى عنه الغضب نعم